معنا مشاهدينا الكرام من دولة الكاميرونية زميننا إذن كريم بالعربي أهلا بك كريم أهلا بك أهلا بك عمار وبكل مشاهدي قناة الجزائر الدولية إذن متواجدون بفندق سواء يتواجد العديد من مناصرية المتخب الجزائري إذن كلهم تفاؤل بقدرة المتخب الجزائري على هزيمة المتخب الإفواري غدا إن شاء الله والتأهل للدور ثبون النهائي قبل ما انتحدثوا مع الأنصار لأن الأنصار دورهم كبير في هذه المباراة الكريم آخر المستجدات بخصوص المتخب الجزائري اليوم أنت أحضرت التدريبات ربما ممتخب كود إفواري وإذن المتخب الجزائري ما هي أخي الأخبار في بيت المتخب الجزائري اليوم المتخب الجزائري عمار أجرى حصة تدريبية أخيرة اليوم التي أتسبق لقاء المتخب الإفواري الذي سيلعب بداية من ساعة الخامسة للأسف سيلعب بملعب الجافوما هذا الملعب الذي أرضيته سيئة جدا وهي الأسوأ هنا في الكاميرون المتخب الجزائري كما قلت أجرى حصة تدريبية غاب عنها جمال بالعمري والكل يعلم أن جمال بالعمري سيغيب رسميا عن مباراة الغد بسبب الإصابة كان حاضر مع المجموعة لكن لم يتدرب رفقتهم وهذا بداعي الإصابة فيما كل المجموعة 27 لاعبا كانوا حاضرين في الحصة التدريبية وهذا ما سيسمح للناخب الوطني جمال بالماضي من أجل اللاعب كل أوراقه الرابحة خلال مباراة كود إفوار الإفواريين سيغيب عنهم المدافع إريك بايلي مدافع مورشستر يونيتد وكذا اللاعب زهاء والفرد زهاء مهاجم كريستال بلاس الذي سيغيب بنسبة كبيرة على المتخب الإفواري ماذا عن رامز زروقي؟ هذه القطعة الأساسية في المتخب الجزائري الذي لم يلعب مباراة سيرالون ومباراة غنياء الاستوائية والكل يمنع النفس بأن هذا اللاعب سيتألق في مباراة الغد إن شاء الله صحيح عمر رامز زروقي كان له دور كبير في وسط ميدان المتخب الجزائري رفقة بن ناصر وفاغولي لكل شهد رامز زروقي في مباراة غانا وهي المباراة التي سبقت كاسم إفريقيا المباراة التي فاز بها المتخب الجزائري بثلاثية كاملة وتألق فيها رامز زروقي رامز زروقي عاد للتدريبات مع المتخب الجزائري والتشكيلة الوطنية منذ ثلاثة أيام وبالتالي فإنه سيشارك بنسبة كبيرة إن منقل مئة بالمئة سيكون في التشكيلة الأساسية خاصة أنه وسط ميدان المتخب الجزائري لم يقدم ربما ذلك الأداء المنتظر منه خلال مواجهة سيراليون وكذا مواجهة غينيا وبالتالي فإن مفاتيح اللاعب ستكون بحوزة هذا اللاعب خريج أكاديمية أجاكس أمستردام الهولندي الأكاديمية التي تعتبر من أحسن الأكاديميات في أوروبا شكرا شكرا